الشهوات الروحية الوصايا اللي قالها المسيح واغلبنا مش بيركز فيها هي وصية العين البسيطة لما قال سراج الجسد ايه هو العين لو عينك بسيطة جسد اجيب امنور يبقى خلي عينك بسيطة هنسميها شهوة العين البسيطة يعني ايه كل لما اتقرب من ربنا تقول له نفسي يا ربي يبقى عيني زي عينك نفسي تبقى عيني بسيطة تشوف كل الناس حلوة ازاي انت بتعرف تشوف الناس حلوة انا مش شايف كل الوحاش وطبيعي المسيح فعلا بيشوفنا حلوين وبيشوف الحلو اللي في الدنيا من رغم ان الدنيا مليانة شر وانهو اكثر تمييزا للخير والشر لكن من حبه عينه بسيطة جدا يرى الجمال في كل شيء وده اللي يخليه قبلنا شهوة العين البسيطة مرتبطة بتعبير تاني قاله المسيح لما قال في ايه في عينك في خشبة في عينك فيبقى انا عندي خشبة لازم تتشال فشهوة العين البسيطة زي واحد عاوز يعالج نظره عنده مشكلة في عينه وعاوزها تتشال لما ده كترة العين فيروحوا للغلابة اللي بيبقى القطرة اكتبقى له سنين فبتبقى ساعة الست الغلبانة دي مش شايفة حكا وبعدين تتشال العدسة المعتمة دي الماء البيضة يعني الناس بتبقى مش مصدقة روحها لانها بقى لها سنين الدنيا ما ظلمة مش شايفة لكن لما تشالت العتمة دي الدنيا بقى شكلها جميل قوي هو ده الخبرة اللي نفسنا فيها احنا نظرنا ضعيف قوي في عدسات معتمة في عينينا نظراتنا البعض مليانة لخبطة فشهوة العين البسيطة يعني رب نفسي ابص بعين حلوة ما تشوفش غير كل حاجة حلوة وبالتالي بقى جسم كله هادي ما فيش شهوة ما فيش طمع ما فيش حقد ما فيش غيرة ما فيش انتقام هنشوف ازاي ربنا يسوع بدأ بكلمة جميلة وقال في الموعز على الجبل لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون بالكيل الذي به تكيلون يكلكم لماذا تنظر القزة الذي في عين أخيك انت كلما تبص حواليك سيف في عينين الناس أخطأ وأما الخشبة طبعا الخشبة أكتر من القزة القزة اللي هي الرملاية حبة الرملا ودي بتحصل كتير في البلاد الشرقية عموما زينا وزي زمن المسيح شوية هوا يدخلوا حبة رملا في عينك تبضل تباربش وتدمع ومتدايق وقال يعني بقى اللي شايف من برة عنده رملا في عينه وانت عندك خشبة في عينك فلطفتن لك كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزة من عينك وهل خشبة في عينك يا مرأي أخرج أولا الخشبة من عينك حينها إذن تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك التغيير يا أحبائي احنا كل مواضعنا في اتجاه تغيير الشهوات الروحية نفسها تغير رب واشتهي بالروح نفسها بقى شخص روحاني نفسها تدخل على الصلاة بشوء أكتر من الشوء الأكل نفسي الإنجيل يبقى شوء يبقى شهوة أكتر من الفسحة نفسي الخدمة تبقى شهوة العطاء للناس يبقى شهوة التوبة والنقاوة تبقى شهوة كمان نفسي عيني تبقى نظيفة تبقى شهوة العين البسيطة إذن التغيير يبدأ باكتشاف الخشبة لما تكتسف إنك فيك مشكلة لما تتعالج هتخاف لأن الكثير قوي من المرضى مش مشخصين نفسهم إنهم مرض بما فيهم مرضى العيون لأن غالبا مرضى العيون بيحصل تدهور في النظر تدريكي فهو مش فجأة تعمى لا هو عبر سنين طويلة النظر فضل يضعف 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 فهو متعود فهو مش مش شايف إن فيه مشكلة قوي لكن لو الواحد صخص إن أنا عندي مشكلة اسمها الخشبة في عيني ودي فينا كلنا على فكرة هنشوف إزاي دلوقتي هتبتدي هتخف لما تطلع الخشبة معنا على فكرة نفس الخشبة اللي بتخليك تشوف عيوب النفس هي نفس الخشبة اللي بتخليك الدنيا شكلها وحش يعني إيه لو تشالت الخشبة هتشوف حاجتين حلوين الناس حلوين وكل اللي بيحصل حلو بما فيه التجارب هتعرف يعني إيه بيقول احسبوه كل فرح حينما هي فرق نظارة بالزبط هي عملت كتركت لو لبست النظارة التانية هتقول يا سلام تجربة جميلة جاية في وقتها وتبقى مبسوط قوي ليه الواحد مش بيشوف الخشبة لأنه مركز في حاجة برائس مع القزل اللي في عين أخوه أغلبنا عايشين عينينا طلع برانا مركزين في عيوب اللي حوالينا انت شايف مراتك لمو أخزيها في التعبير نيكا دي مش رادي تشوف انك انت أناني وهو ده اللي وصل هاني نفسيتها بقى التعبان انت شايف ابنك عنيد ومش مؤدب مش رادي تشوف انك انت ما كنتش حنين عليه كفاية انت شايف ان الكنيسة مؤثرها في حاجات كتير قوي وانت مش رادي تشوف انك مهمل في اي واجب تجاه الكنيسة انت مش رادي تشوف عيبك انت مركز جدا ان في عيوب في الناس في قزة في عينين الناس لا المشكلة مش في قزة الناس تعالوا نقول ازاي الواحد يكتشف عيب نظره كيف تفطن للخشب عادة لما الواحد تدخل في عينه اي بيسموه في لغة الطب اللي بقزين مرايش يعني حاجة كده شعرة كده بيعمل ايه بيغمض جامد والحركة التلقائية دي في الطب مفيدة تعالفين ليه لانه لما يغمض جامد الدموع بتنزل كتير فالدموع تحمي العين وممكن مع الدموع تنزل الحاجة الزيادة فالحركة التلقائية دي الرفلكس ده اللي ربنا عامله مفيد بس انا اخدها من نعيق معنى روحي عشان تكتشف الحاجة اللي دخل عينك غمض لانك لما تغمض هتشوف اللي جواك مش هتشوف اللي براك اقصد بغمض يعني ايه ركز مع نفسك شوي افحص نفسك شوي بص جواك لعيوبك انت شوي عملت قول فلان وعلان يا حبيبي المشكلة مش فيهم انت تعب روحك لانك مركز بر انت عينك مش بسيطة عينك فيها مرض كمان لما تغمض عينك هتحس بالنخص بالواجعة ده ان في حاجة بتحرق دي برضو توبة بمعنى انك لما بتفحص نفسك الله دي انا كلي كبرياء دي انا كلي شهوة دي انا عندي غيرة مرة بجد دي انا عندي انانية دي انا عندي طمع دي انا بحب الفلوس زيادة دي انا كسول قوي طب كويس انك تعرف عيبك انت ليه عملت قويح ما تعرف العيب خلينا نخف فكرة غمض عينك برضو معناها صلي تأمل اختلي اهدى كل ده وانت مغمض هتعرف تشوف العيب اللي فيك لكن وانت مفتح مركز في عيوب الناس فهمين اللي نعوز اقوله عشان كده الخلوات مفيدة يا جماعة لما الواحد يتمشى الواحده كده نص ساعة او يقعد هادي الواحده بيبتدي يشوف انا فيي عيوب انا السبب فحاجات كتير اوي وانا السبب دي بداية علاك حاجات كتير اوي مجرد ان الواحد يقتنع انه سبب مشاكل كتير بيفوق وبيخف غمض عينك بتفكرنا في تعبير تاني قاله القديس بطرس لما بيقول لا تكن زينة تكون زينة الخارجية من لبث السياب والتحلي بالزهب وضفر الشعر بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السامن احنا عموما مركزين قوي ان احنا نسرح شعرنا واللي نلبس كويس ونطلع الناس تشوفنا ناس شكلنا كويس طب واللي جوه محدش مركز فيه جوه بهدلة جوه خرابة جوه قوض مهرجلة ومكركبة اخر كركبة انت تكسف لو جالك ضيف وبيتك مكركب تبقى خجلان مش عاوز ييجي في اللحظة دي طب ده جوه مكركب خالص بس لانه جوه مش فارق بس قدام ربنا ربنا مش شايف خالص انت لابس احمر ولا اخضر ومسرح شعرك ولا مش مسرح ربنا باصس على جوه واللي هيفرق في الاخر مش بره خالص كلنا في الاخر يعني ربنا يديكو العمر فالزينة دي مش هتفرق اللي بره دي لكن الزينة اللي جوه هتعود القلب النظيف هيعود الحب اللي جوه هيعود النقاوة دي هتعود فلما بضغط مضعينك بتنسى جسدك بتنسى منظرك الخارجي بتقلل من الزينة الخارجية وتركز في الزينة الداخلية تبقى كده استنصحت كده داخل على العين البسيطة يبقى العين البسيطة قبل ما تكتسبها لازم تقفل عينك شوي فهمين التدريب ده تغمض عينك يعني تبص جواك تبطل تشوف حاجة بره تبطل تشكي من الناس وتحط الهم كله في الناس وفي الظروف يبقى أنت هتبضل الخشبة في عينك على طول ربنا يسوع له المجد قال نفس الفكرة بطريقة تانية قال أيها الفريسي بصوا الأعمى هو ليه أعمى لأنه دايما شايف المنظر من بر في بأعمى نقي أولا داخل يعني غمض عينك وبصوا جواك الأول داخل الكأس والصحفة حين إذن يظهر خارجهما أيضا نقية يبقى من العمى أن الواحد يبقى دايما مبسوط بمنظره الخارجي ومركز على شكله وناسي قلبه ونقوته الداخلي برضو آية تانية في نفس الموضوع تقول من هو أعمى إلا عبدي من هو أصم إلا رسولي من هو أعمى كالكامل أعمى كعبد الرب تقيدا بيتغزل في هذا الأعمى أيوة لأنه هو مقصود بيه مغمض عنيه وما بيسمعش ما بيسمعش غير اللي ربنا عاوز يقوله وما بيشوفش غير اللي ربنا عاوز يشوفه فهو باختياره مغمض عينه هو عشان كده بيقول مين زيه مين عبد الرب قد كده لأنه هو مركز جوا مش مركز بر كيف تفطن للخشبة تاني حاجة تخليك تشوف الخشبة اللي في عينك ما احنا قلنا عشان تكتسب العين البسيطة ودي شهوة إنك تشوف كل حاجة جميلة وكل الناس حلوة تبقى قديس تبقى وصلت المستوى جميل لازم تشيل الخشبة الخشبة عشان تتشيل غمض شوي كل ما تغمض أكتر كل ما هتشوفها أكتر وهتساعدها تطلع من عينك كمان المراية عموما لما بيعملوا أي عمليات مايكروسكوبك بيجيبوا مرايات ضخمة اللي هي بتكبر الصورة قوي بتاعت الودان وبتاعت العينين عشان الجراح اللي هيستغل تبقى الفاسفوسة دي قد كده عشان يعرف يستغل مظبوط بس كده فيقلك مكروسكوب جراحي عشان الصورة تبقى واضحة إيه المكروسكوب الجراحي بتاعنا كلمة ربانه كلمة ربانه هي اللي بتكشف لي المراية دي بتكشف لي العيب الضخم اللي جوايا بتفوكس عليه بتكبره هنا هنا العيب إن عيني مليانة فلوس خشبة حب الفلوس قوي عايش كل عمر يعمل فلوس عيني مليانة شهوات جسدية عيني مليانة حقد على الناس طيب ما دي خشبة وعشان كده مش عجبك حد وعشان كده مش شايف الظروف عيد لو مش إن كان أحد سامعاً للكلمة ليس عاملاً ذاك يشبه رجل الناظراً وجه خلقتي في مرآة هنا بيقول اللي يبص على الإنجيل أو يسمعه ما يعملش به زي واحد بص في المراية نظر ذاته ومضى وللوقت النسى ما هو طبيعي اللي يبص في المراية لازم يبص بعدين يزبط نفسه على المراية فعشان كده بيقول اقروا كويس وزبطوا نفسكوا على المراية فطبيعي قدام المراية بتشيل بقى إيه الحاجة اللي ملخبطة في شكلك الخشبة تعرف تشيلها وانت قدام المراية بقى كلمة ربنا هتساعدك تطلع الخشبة وتكتسب العين البسيط مرة تاني القديس بوليس استخدم كلمة المراية وقال إن أنا ننظر الآن في مرآة في لغز بس كان يقصد معرفة الله لسه مليانة أسرار حين أذن في السماء وجهاً لوجه الآن أعرفه بعض المعرفة ولكن حين أذن سأعرفه الله كما أعرف تالت حاجة تخليك طفط للخشبة انك تروح للدكتور وهو ده سر الاعتراف مين لي يعني إنك بتروح للدكتور تقول له يا ابونا أنا عندي مشكلة ميجور وباي ذوي كل واحد فينا عنده خطايا كتير قوي بس عنده خطايا ميجور عنده مشكلة أساسية ومشاكل فرعي مفروض تميز ده أنت كمعترف تائب مفروض تبقى عارف أكتر حاجة معطل حياتك الروحية كلنا خلطتنا كتير بس في خطايا بتبقى ميجور هي دي الخشبة والمفروض دي يكتشفها معك أب اعترافك مع الإنجيل لأنه ممكن يكون كبرياءك هو سر الغضب وسر الإدانة وسر التزمر وسر العداوة وسر الخصام بس كل ده أعراض المرض إيه كبرياء ممكن تبقى حب الفلوس حطيلي بقى أخناعتك مع أخواتك ومع أمرتك ومع أولادك وزعلك وكذبك في الشغل والظلم والأزية والعصبية كل ده في حاجة ميجور اسمها إيه حب الفلوس فهمين الفكرة فقبل ما تعترف لما تروح للدكتور دايما ندور على عنوان واحد خطيئة واحدة زمان في الطب كان يقول الشاطر الدكتور ما يحطش كذا تشخيص لو لقى أعراض كتير يحاول يكتشف تشخيص واحد يلم الأعراض دي كلها لكن تصور دكتور مبتدئ واحد بيقول له صداع يقول له آه عينك نظرك ضعيف طب مغس آه بالهارسية طب رجليك آه يبقى روماتيزم ايه هو وانت جايب مستشفى هو مرض واحد عمل كل الأعراض دي مظبوط كده بس الشاطرة تعرف تشخص صح فأغلب أعراضنا الروحية غالما مرتبطة بمرض كبير عنوان واحد هي دي الخشبة ودي عاوزة المراية وعاوزة تغمد عينك وعاوزة دكتور وبعد شوية انت نفسك هتبقى دكتور نفسك بالخبرة بقى زي أي مرض كرونيك كده مزمن بيبقى واحد دكتور نفسه خلاص عارف بقى يظبط روحه فتبقى لقط على طول وعرف تتعلق نفسك إلى حد كبير يقول إن وقع أحد أحدهما ويل لمن ليس له ثاني يقيم رفيق ويل لمن هو وحده إن وقع ليس ثاني ليقيمه يعني لو ماشي لوحدك خالص لو وقعت منها يشيلك لازم يكون معك حد تاني ليه فكرة أب الاعتراف والصديق الروحي حد يقومك لحسن تقع مع تعرفش تقوم مرة تاني يقول أذكر أيام القدم تأملوا سنين دور فدور اسأل أباك فيخبرك يبقى ده دكتورة هو يا دكتور شوف لي أنا مشكلتي إيه هو أنا ليه مش سعيد ما عني بصلي ما عني بتناول ليه حياتي ملهاش طعم في مرض ميجور في خشبة في عينك مش عارف تحب الناس مش عارف تشوف الحاجة الحلوة ما عندك شعين بسيطة في حاجة غلط عندك مش عنده لما داود عمل عملة كبيرة أوي خد مراد صاحبه وقتل صاحبه زقه في المعركة عشان يخلص منه وبعد يوم لأربعين خدها وتجوزها وقنن لنفسه الخطأ وعايشه كأنه ما عملش حاجة غلط ولا تاب ولا عمل حاجة جالوا نسان بعدما الست ولدت ولقيمش دريان إلى هذه الدرجة مش دريان بصوا بقى يبقى قد إيه العين اللي مش بسيطة حكالوا حكاية بسيطة عن واحد غلبان وجنبه واحد غني والغني جات له زيارة جاء له ناس ضيوف أم بدل ما يدبح من العز اللي عنده خد المعزة اليتيمة اللي عند الغلبان ودبح داود انفعل وهاج قزع في عين أخيك فهمين فكرة ومش شايف خالص الخشب اللي في عينه ومش شايف ازاي المفتر يعمل كده الرجل الغني ده لازم يموت قال له أنت هو الرجل أنت هو الرجل أنت مش دريان أنا بحكي لك حكاية وتفعلت قوي عشان معزة خد المعزة بتاعت الغلبان وده بحل الضيوف عشان يوفر على نفسه أنت عملت أبشع من الرجل اللي أنت حكمت عليه بالموت لأنك مش دريان بالخشبة اللي في عينك أنت بس مركز في القزة اللي في عين أخوك على فكرة أخوك أحسن منك الغني اللي بحكي لك عنه ده ما عملش عملتك أنت السودة وفوقه ناسان دخل فيه دخلة فوقه تمام دي عين الدكتور اللي هتشيل بقى الخشبة مهما نزلت شوية دم ما معلش عملية جراحية وفعلا بعدها قاعد عيط سنين لكن تاب ورجع وبقى قديس تعالوا نخرج الخشبة كلنا في عينينا خشبة جمع ده كلام المسيح وأكيد ما عندناش عين بسيطة ما كانش داي بقى حالنا يعني فكلنا عندنا شهوة العين البسيطة على فكرة عارفين مين اللي عنده عين بسيطة ايوا برافو عليك والأطفال اللي لسه عنه ما بزتش الطفل لو شاف واحد بيسرق مايفهمس الطفل العادي يعني دلوقتي ما فيش أطفال قوي لكن الطفل الطبيعي اللي هو مفروض بسغير قوي يعني لو شاف حتى كلام بزيق مايفهموش لو شاف حاجات جسدية مايفهمهاس وما يصرش مايتأصرش فهمتوا الفكرة في عينه بسيطة كل حاجة بالنسبة له جميلة تعالج دول ولا تعالج ده فهمينه نقصد ايه يعني عاوز أشوف نفسي حالتي أخطر من اللي حوالي أنا حالتي أخطر أنا عني أوحش أنا المشكلة عندي أكبر من مشاكل الناس فأنا عاوز أقول لا معلش أنا مش فاضي للخدمة أنا عاوز أعالج روحي ده الموقف اللي مرسة عملت بصوا مرسة عملت ايه مرسة عزمة المسيح وطبعا يعني ستة صعادية ولازم تكرموا وبقى ايه كاي بقى الضيوف كلهم التلاميذ وصحابه ومش عارفة العدد كام وزيطه وتلبخت كالعاد ومريم بردة برود قال ايه دخل من هنا راح تقعدت تحت رجليه ومبسوطة بالكلام طب يا بيت قومي فرشي حتى الترابيزة ولا قومي عمل لي حاجة ريئة خالص شوفوا مرسة عملت ايه شافت المسيح غلطان شافت المسيح نفسه وشافت مريم عندهاش دم وشافت ايه ده مرسة ده فاهمين الخشبة القزة اللي في عينين ده طلعت قزة في عينين المسيح قالت له اما تهتم ان اختي قد تركتني اخدم وحدي طلع المسيح مش مهتم واختامة بتحسش الليها مرسة الخشبة عندك انت اللي مهتمة ومضطربة لاجل امور كثيرة بين قسين فرغة ما تستهلش ما تستهلش ده كله الزعل ده كله ما يستهلش مريم على فكرة ما عندهاش مشكل مريم اختارت صح فاهمين اللي عاوز اقول ايه ساعات نصور ونغضب ونخبط ونرزع الهي المشكلة عندك مش مشكلة في عيالك ولا في امراتك ولا في الظروف ولا في الجول انت اللي ملخبط في دماغك انت اللي حساباتك ملخبط عشان كده عامل هوسة في مرسة انت عامل هوسة طلعتي ربنا غلطان طلعتي مريم الجميلة دي غلطانة المشكلة مش فيهم طبعا في ساعات واحد يبقى من غضبه متهم ربنا نفسه انه مش حاسس وربنا بمنتهى الرواقن كده يقول لك مرسة مرسة بالراحة شوية بص لنفسك الخشب عندك انت الموضوع مش كده خالص عشان كده نقول ايه عاوز تعالج نفسك وتصلح ينيك من فضلك خد اجازة كده وقول قانوني اولا توبتي اولا استفدتي انا اولا ابديتي اولا يعني ايه ما تعود ستدخل في مشاكل الكنيسة والقيل والقال وابونا واخونا اعمل معروف طلعت كل الناس وحشة وانت هتستفيد ايه من ده كل ما تشوف حالك انت ما تصلح في نفسك اخرج اولا الخشبة من عينك اولا يعني الاولوية لعلاجك انت انت كخادم عالج نفسك لو سمحت الاول ساعتها تعرف تعالج غيرك لكن انت مش رادي تعالج نفسك انت شايف نفسك صح فيه خدام دايرين يعالجوا البشر كله وهو ملخبط واعرب الناس ليه بيعانوا وفيه عيوب واضحة لكن مش رادي يشوف لانه هو معالج للخارجين بص مهما كلفك العلاج ده طلع سهل طلع صعب الخشبة لازم تطلع احسن تتعمي وهي بتطلع هتجرح اكتر ولا هتخف هتقدر عليها انت لوحدك ولا لازم حد تاني بص دو يربس تعمل كل اللي في ايدك بس ما تسيبش الخشبة في عينك لما تلاقي مرض في نفسك مش وقت تعالج مرض غيرك وانت بتطلع الخشبة من عينك لازم تطلعها بايدك يعني ايه محدش هيعرف يشيب عيبك غيرك فركز فيه وحط ايدك وتقشده تفهمين انا اقصد ايه ما تستناش معجزة فجأة تطلعك من الكبرياء اعترف انك متكبر واشتغل عليها لو سمحت اعترف ان الفلوس شغلك زيادة وخد موقف اعترف ان قلبك قاسي ومش عارف تحب الناس واجه نفسك وبتدي بايدك سيد هتوجع شوية معلش عشان كده وانت بتشد معلش بحرص طب عند كترة العيون فهمين كده مش ممكن تشد فجأة تجرح الدنيا لازم بالراحة ايو مالو وعشان كده علاجنا بياخد وقت مفيش طبع فينا بيتغير فجأة ربنا بيقعد يشد بالراحة كده يمسك ايدك ويقولك يلا نشيلها حتة حتة كده نشيل الطبع الرديق ده واحدة واحدة وطبعا لازم تكون بتعمل كده قدام المراية يعني الانجيل شغال طول الوقت لان الانجيل هو القطرة اللي عماله تطري العين وانت بتشيل الخشبة بقدر سعيون دلوقت عمال ايه تحتة بحتة كده بتشيلها هتحس بواجع اكيد مش كده طبعا بس الواجع ده ضروري منه مش ممكن تكون بتعالج حتة غويتة جواك خشبة بقالها سنة ولا عشرين سنة في عينك وهتطلع من غير واجع انت بتغير في طاوعك هتتواجع لانك هتبطل حاجة معينة هتوقف طريق التفكير هتقاوم مزاج معين هتقاومه ايو معلش هتوجع شوية بس انت ينيدت ما هتوصل بعم نظيفة بعد كده عين بسيطة هتروق طبعا يعملوا ايه عادة يعودوا ينزلوا سرسوب مية طول حركة العلاج دي المية دي اللي بتحمي من الانفكشن او من انها تجرح في القرانية بقى والحاجات بتاعتهم دي فبرضو المية دي معناها صالة طول الوقت يبقى صالة مع انجيل اللي هو المراية مع حنية مع واحدة واحدة تلاقي العين عمالة تروق بس انت مركز مع نفسك ارجع تاني واقول مشكلتنا يا حبائي مش مركزين مع نفسنا احنا مركزين برانة شايفين عيوب كل الناس مش راديين يشوف عيون تعالوا نختم ونقول ايه سراج الجسد هو العين لو عينك بسيطة يبختك انت في ملكة عيني يبختك يبقى عين بسيطة كل حاجة بالنسبة لك جميلة احكيلكم مرة كنت واخد خدام ده زمان بقى من 12 سنة مثلا دل الرهبات كده وكانت امنا ستة عظيمة طاقية كده وبعدين الستات يعني عملوا ده وشفضحوني في الدير يعني عاديين يا جماعة احنا في دير رهبات اختشوا الناس سكتة وهدية وهما بقى ايه تينادوا على بعض من اول الدير للدير اللي بعده حاجات كده فميلت على امنا وانا مكسوف يعني امنا ستة كبيرة وانا عارفوا دير عسكري يعني اختت يا امنا معلش يعني انت عملولك داوش قالت لي مين دول دول ولاده ده بيت ابوهم ده انا فرحانة بيهم قوي ده انت جايب ملايكة معك وانا عملها بتاقي بدول ملايكة ينهاري انت لو تعرفي بيعملوا ايه بس انا حسيت بالبساطة بجد ان ايه امنا دي اللي شايفة الستات اللي هما دخلوا الخدمة غلط اساسا بتقول عليهم ملايكة وشايفهم حاجة كبيرة قوي وفرحانة بيهم جدا طبعا انا فهمت يعني ايه البساطة من الست دي البساطة بجد لا فرق معها الدوشة ولا الهيصة مع انها طبعا رهبة عظيمة يعني واخد على الهدوء بس ايه من حبها وبساطتها بصى للناس كأنهم ملايك وباركتوا الدير ونورتونا وزودتونا كلام بتاعهم ده هي دي البساطة طبعا لو واحد فينا خد ناسك ومجيش تاني ببساطة الدير لكن احنا نفسنا نوصل للبساطة تصدقوني حياتنا هتفرق كتير لو عانينا رأيت لإلهنا كل مجدو كرامل